اشتركوا في القناة متميز جداً صوته حلو جداً يعني صوته جبلي يعني زي ما بيقولوا أو زي ما دارك كده بيتقال عليهم صوته حلو وجبلي وعالي ومأمات هنسمع مع بعض النهاردة أكيد صوته في أغاني كتير جداً جداً قديم وجديد وحاجات خاصة به النهاردة هيكون منورنا في الستوديو نهارك سعيد النهاردة المطرب السوري زين صباح الخير يا زين صباح النهار نورتنا النهاردة النهار بوجودك وبيك النهاردة عايزين نخلي الجمهور والمصريين يخرجوا من حالة التوطن يا رب اللي هما فيه خلال صوته الحلو نحنا كمان نهو كلياتنا بنتمنى أنه الأحوال بمصر وسوريا وكل الوطن العربي تهدى يا رب يا رب إن شاء الله كلنا بنتمنى أنه الأزمة اللي احنا فيها دي تمر وتعدي على سلام إن شاء الله يا رب في سوريا أو في مصر أو في كل الدول العربية يا رب في الأول كده حب بس الناس تعرفك أكتر يعني استدقت إمتى تغني؟ احترافياً استدقت إمتى فعلياً تخش مجال الغنى وتعمل ألبوم؟ مين اكتشفك؟ احكي لي كده عن بدايتك بدايتي كانت من وقت ما كنت صغير طبعاً نحن عنا العيلة عيلة والدتي عيلة فنية حي فبتلاقي إخوالي على طول بيعزفوا وبيغنوا وهيك شي لماذا يدير السوريين معرفين أن هم بيحبوا المزيكة قوي؟ يعني دايماً العاملات لها فيها أصوات كتير قوي هلأ هي بشكل عام سوريا أو بالأخص حلب المدينة اللي أنا فيها يعني هي حلب بنسميها نحنا أرض الطرب فكان عبدالوهابي يجي يغني فيها وكانوا كل الناس يجي يغنوا في حلب حتى كانوا يحسبوا حساب للمستمعين صحيح لا فعلا لسميعة حلب لأنه سمي يا عام بضبوط حكي لي بقى منو أنت صغير أنت عائلة فنية أفراد الأسر كلهم عندهم موهبة الغنى بضضب فشوي شوي كمان بحفلات المدرسة وهيك شي فاكتشفني خالي وخالتي خالي وخالتي بنفس الوقت اكتشفوني وحاول شوي إنه يساعدوني ويدرسوني ومن الحكيات وغير حفلات المدرسة بقى والمهرجانات اللي كانت بسوريا ده كان زمان بداية الاحتراف بقى وهي البداية الأصلة عطاقة على كل المطربين كانت عاملة ازاي وبتدتها ازاي هل من خلال شركة إنتاج من خلال إنتاجك الخاص يعني حكينا شوية من الموضوع بصراحة ابتدت من قبل سنتين لما جيت على مصر طبعا هذا كان طموحي من زمان فتركت كل شي وجيت لحالي على مصر طبعا اتمنيت إنه تكون مصر تحتضني متل ما احتضنت كتير ناس وعملت بداياتهم من مصر فتعرفت على الأستاذ أسامة رمضان الأسمر يلي هو المنتج بتاعي وعملنا شوية شغل عملنا حفلة مارينة وهون ابتدت حياتي الاحترافية عندي وغنيت لايف يعني طلعت على الستاج وغنيت الجمهور طبعا بعد فترة اكتشفت إنه مسجلين من الحفلة ونزل اونلاين ونزل على السوق وهيك شي يعني الحمد لله الناس حبت أول مرة ستيج كان عمل إزاي؟ أنا عارفة إنه الوحيد ممكن بكثل المقلبه بيدق واسمانه بالتكتل كده ممكن فضيح يعني أنا هلأ معيك شوي في عندي شوي مش كتير بس أول مرة بتذكر كنت على ستيج كان خدي عمير جوف فاتخيل قداش كنت متخيلة لأحفلة جداً طب نسمع صوتك بقى يعني لازم الناس كان تعرفك من خلال صوتك يلا 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 نختر لنا إيه؟ باعتبار ما إنه أنا شامي أو بشكل عام سوري ومن بلاد الشام فرح بقول شي لا فيروز ونحن هلأ الساعة 11 الاربع أو الصبح تنو عد فبحبقول شي لا فيروز أحلى أحلى اختيار في الدنيا يلا يا طاير يا طاير على صراف الدنيا لو فيك تحكي للحبايا شو بيني يا طاير يا طاير ـ ـ ـ ـ ـ ـ مش معو مجروح بجروح الهوى شو بينفعو آه موجوع ما بيقول عاللي بيوجعو تعن عبالو لايالي الولدني يا طير يا طير يا طير على اطراف الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طير يا طير الله 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 مجد صوت رائع جدا مجد وعلى فكرة في حاجة في صوتك يمكن بما ان احنا متدخلين جدا مع الفنانين بالنسبة اصوات كتير جدا صوتك بسبحتك مزيكة يعني هو حلو اللي واحده بجد والله يفعله الحمد الله يا رب انت انت درست جنب التشجيع اهلك والموهبة وانت اكاديميا بقى اكاديميا انا ما درست اكاديميا بس انا درست دراسات حرة يعني لما كنت صغير سجلت يعني كانوا يجوني اسادزة وكنت روح لعند اسادزة واسادزة كبار بحلب فكنت يعني انه بالخبرة والممارسة والدراسات الخاصة دي سعادتك كتير بصدب سعادتك كتير ولما نرجع بقى النقطتنا اللي كلنا بنكلم فيها احترافيا بدأت مع الاستاذ الاصمر هايوة الاستاذ اسامة رمضان اسامة رمضان الاصمر هو كان المتبنيك فنيا يعني هو اللي هينتج لك الالبوم هو اللي هيعمالك الدعاية بصدب بصدب اول الالبوم انا عارف ان اول الالبوم لك اسمه اسادد امين بالضبط ان شاء الله طبعا اسادد امين نحن بالوقت الحالي عم نخلص فيه عم نفنش فيه ان شاء الله المفروض ينزل على الصيف مع ان شاء الله مع كليب طبعا كتير زادني الشرف لما تعاملت بالالبوم هاد مع الفنان مصطفى كامل ومع الاستاذ شريف العوامي ومع الاستاذ جيدة الحفناوي بالتوزيع طبعا تعملت مع المايسترو احمد رمضان ومع الاستاذ دامر سقر ومع الاستاذ محمود الطير تمام حلو جدا ينكست عمل كبير الحمد لله يرى وامتى هينزل انت خلص قررت ان شاء الله في الصيف ان شاء الله في الصيف رح يكون نازل ان شاء الله الالبوم هتكون فيه كام اغنية تمانية تمان اغنية مصريين بقى ولا في لهجات مختلفة لا عامل مصري معظم رح يكون مصري عامل واحدة خليجي وواحدة شامي طيب دايما كده بص انا عارف ان هو ايمكن ممكن يكون سؤال شوية بيبقى احيانا صعب لان كل الاغاني اللي في الالبوم كلها من وجهة نظر موطف هي حلوة جدا طبعا اكيد بقى فيه اغنية انت بتراهن عليها كده ان شاء الله انا احس ان الاغنية دي هتلمس مع الناس وانا هتعرف من خلال الاغنية دي كانت ايه الاغنية الحمين وتوزيع مين ان شاء الله الاغنية انت بتراهن بقى عليها لما تنظر كده في الالبوم والله اكيد اغنية الاستاذ مصطفى كامل اللي عم بيساعدني فيها ان شاء الله هي اغنية رومانسية ولا تقريبا رومانسية رومانسية هالناس هدول بحبتهم كتير انا شايفك وقل جسار على فكرة فعلا شكرا يعني صوتك كمان مش نفس البصمة بتاعته بس نفس السكة الحمد الله طب لا اسمها حاجة انا حابة اسمها حاجة تانية برضا عشان الناس تنتع انت كان فيه حاجات عايز تغنيها قديمة قديمة غير فيروز ولا انت حابت تغنيها حاجة تانية باعتبار ما ان احنا بالوقت بمصر الاوضاع شويته اعتبر سياسية ان كان على الصعيد العربي فرح بقول لسيد درويش اهو دا اللي صار يالله بيلا اهو دا اللي صار واد اللي كان ملكش حق ملكش حق تلوم علي تلوم علي ازاية ازاية powem يزاية ازاية يا سيدنا مصر يا أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب خلي بالك بالحبايب دون أنصار القضية أهدى اللي صار واد اللي كان ملكش حق ملكش حق تلوم علي جميلة طبعاً اختيار رائع وصوت حلو شكراً في البدايات كل المطربين بيواجهوا صعوبات خاصة من الوقت اللي احنا فيه ده والانترنت وانه مفيش المطرب ما بيعودش عليه أو المنتج بالأصرح ما بيعودش عليه بالمكاسب الكتير اللي كانت بتحصل زي زمان صح تعبت عقبال ما لقيت حضية بناك فنياً واجهتك صعوبات كتير لسه شايف بصراحة يعني ما في حدا بيوصل بسرعة وما في حدا بيوصل كده على المستريح أكيد كل واحد بيتعب بحياته طبعاً كتير تعبت بس الحمد الله يعني ألف الحمد الله أنه كانت شوي ميسرة من عند رب العالمين يعني أنا مجرد ما دخلت على مطار مصر شفت فوراً الفنانة إيمان باقي يلي بوجه له كتير تحية كبيرة عند الصبح هي يعني يلي عرفتني على الأستاذ قسامة رمضان وكان الأمور كلها يا تماشي الحمد الله بسلاسة وكل شي تمام تمام بس يعني أكيد فيه تعب أكيد فيه صعوبات ما في شي بيجي بسرعة ما في شي بفهمت كيف أنت جيت مصر إمتى بقالك قد إيه أو قاعد مصر قلت مستقر هنا؟ بقال إيه تقريباً شي سانا ومصر أنا مستقر مقيندي مصر مستقر عالتون هنا خلاص إن شاء الله عندك هوايات أخرى يعني عندك مثلاً ممكن بتحب الكتابة بتحب التأليف بالتلحين أنا عرف أن السوريين كمان بمبدعين قوي في التلحين وكده تقريباً إن شاء الله هو فيه يعني أنا جربت مرة أكتب هي الغنية الوحيدة اللي كتبتها وإن شاء الله عم بكتب كمان أكتر وهي إن شاء الله رح تنزل بالألبوم تبعي هي الغنية الشامي فإن شاء الله رح تكون من كلامي ألحاني الله طب حلو جداً تجروه جميعاً إن شاء الله يا رح تنزل بالألبوم هيكون أكتر بتاعه رايح إيه بقى مقسوم بيت هتكون حاجة مختلفة عن اللي بنسمعه يعني الفترة دي والله هو يعني ما فيني أنا أقول علشان أنا من ناحيتي مثلاً كل الأغاني حاببهم لا بس إنت أكيد مثلاً وإن بتعمل الألبوم أنا قلت أنا هغير أنا مثلاً الوقت ده بتعمل أغاني البيت أنا هجرب أعمل المقسوم قوي أعمل الدراما نحن حبينا ننوع بالألبوم هات فحبينا شوي نطلع أو نفرج للناس أنه الغنى هو غنى يعني لما الواحد بيغني أنا بصراحة لما بحب أغني بحب أني أغني ما بحب أني أقول أي شيء فللأسف شديد أنه بالوقت الحالي في كتير ناس دخيلين على الفن للأسف يعني أنه نقدر نسميه أنه هنا يندخلين على الفن أسف يعني أنا من ناحيتي بحاول كتير ناس من أصحابي الفنانين بيحاولوا أنه يغيروا يعني أنه مثلاً تكون سحابة مجرد سحابة ومرت يعني إن شاء الله يا رب أنه نرجع نحنا نجلس الفن نفسي بجد القصة دي بقى تتطور وتكميح يبقى تماماً جداً جداً بعد الثورة إنه ما يبقى تبقى الأصوات اللي شبه زين كده واللي زي زين تبقى هي اللي موجودة هي دي اللي بنسمعها يعني ما يبقاش أنا أسفة جداً في الكلمة إنه ما يبقاش حد معاه فلوس وما عندوش صوت ويطلع يغنينا طول المهار ويصدعنا يعني مش كده إنت أصلاً ابتديت تغني من وقت ما كنت في سوريا وكنت بتنزل تغني ستيج ولايف وكده ولا كنت أول مرة تغني لايف لما جيت تماماً لا هو أنا يعني ببداياتي بسوريا لما كان عندي بحدود العشرين سنة ابتديت شوي أغني على ستيجات وبمهرجانات أكتر شي وبعدين يعني إنه كنت مركز أكتر شي على دراستي وعلى شغلي فوقفت شوي بس يعني كنت بس أشارك بالمهرجانات بس لما جيت على مصر ابتديت شوي يعني ابتديت أشتغل يعني إنه صار هاد الكرير تبعي أيوة والدراسة بتاعتك أصلاً هي أي؟ أنا خلصت السنوية العامة فكنت كتير أنا كسول بالمدرسة كنت أكتر مادة شاطر فيها هي الموسيقى أيوة فدرست معهد علاقات عامة ولمدة سنتين وبعدين تفرغت للموسيقى لعن شاء الله جود لك في المزيكا وتوصل يا رب ومطرف كبير جداً عايز أسمع منك حاجة تانية حاجة تانية أختار براحتك اللي أنت عايزه شو نقول؟ نقول غنيتي الخاصة هي أصدق مين اللي رح تنزل بالأربوم؟ لازم طبعاً هي من كلام وألحان الأستاذ شريف العوامي والتوزيع الأستاذ محمود حينكش شيخ اليسر اللي دوميني اجرحه وأكسى علي واللي كولن استسمحه وأطلب إيدي اللي دوميني اجرحه وأكسى علي واللي كوي نستسمحه واطلب ايدي مش عارف من عدوي ومين حبيبي ولا عارف هو عبهم ولا عيبي مش عارف من عدوي ومين حبيبي ولا عارف هو عبهم ولا عيبي في ناس بتقول كلام وناس بتبع كلام وانا من طبتي ونيت قلبي بسدق قوام آه يا دنيا آه يا دنيا بجد احترت فيك يا دنيا وطبع الباني قدمين الله 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 بجد اغنية حلوة طبعا هاي الغنية المخصاتة الشوي سياسية بعتبار ما انه الوضع اللي نحنا فيه بيكون ما بين الواحد مش عارف يصدق مين ومش عارف يكدب مين بالأوضاع الحالية ناس في فترة دلوقتي يعني لسه شوية عايزين عشان نرفع لبرضي كده لسه شوية بزدق نديهم بس مساحة بس اغنية الجميلة بجد اغنية حلوة قوي وبدون مجاملة فعلا اغنية حلوة قوي الفترة اللي جاية ان شاء الله ايه الخطة البلان بتاعتك غير ان انت هتنزل الالبوم في الصيف اللي جاي الدعاية اهم حاجة للمطرب هي الدعاية اللي بتشتغل عليها انت بنفسك هتشتغل عليها الفترة دي مع المنتب والله الدعاية بالنسبة للي يعني انا مرح اتدخل فيه علشان دي مهمة جدا يا زين هو شغل الشركة وشغل ادارة اعمالي فهنن اللي عم يشتغلوا عليها بيعني الله يعطيهم الالف عافية عن جد بوجلهم شكر وتحية كتير كبيرة على قدم عم يتعبوا معي وعلى قدم عم يساعدوني فان شاء الله يا رب خير وان شاء الله يعني بالنسبة للي انا حاليا اهم شيء مركز على اني اخلص الالبوم اكيد الفترة اللي احنا فيها دي بقى ان شاء الله يعني ممكن كمان خطوة كده ان شاء الله ما تنزل الالبوم بتاعك ويعمل بومنج يا رب يا رب ان شاء الله فيه ناس كتير بقى بيبتدوا وهما بيغنوا كده يبتجهوا شوية كده نستني معرف يعني هو سؤال مفخخ شوية بس مش مشكلة ناوي كده مقرر انت ممكن تخش في السكة التمثيل برضو مع الغنى الفترة اللي جاية يعني عشان الناس بيقولوا انه الفترة الغنى اللي وين دول فيها ركود انما السنيمة والتلفزيون فهو شغال طول الوقت والله اكيد يعني لو اجاني سيناريو حلو وحسيته انه بيشبهني فاكيد ليش فا هو انا من ناحيتي اكيد انه حاليا مركز اكتر شي على الغنى لانه انا بالاساس مطرب ولا مرة جربت اني امثل بس انت عارف طبعا انه ده انه هما سلاحين مهمين جدا يعني حبدا لو رجعنا الورا كده بالذكرة شوية هنلاقي عبدالوهاب وهنلاقي حدي وعبدالحليم طبعا اكيد انه بتشرف انه امثل يعني هنه اكيد انه العمالقة كلها يتهم مثلوا فانا قلتلك ان شاء الله يعني انا حاليا غير انه حاليا مركز على الغنى بس ان شاء الله يا رب لو اجاني سيناريو حلو وادا انا شاب كيوتو حلو مهضوم ليش لا لا طبعا شكلك حلو وما شاء الله زي الامر فليش لا ان شاء الله يا رب لا ان شاء الله يجي لك سيناريوهات كتير بس انت لازم تتعلم مصري ما انا بحكي مصري تعلم تحكي مصري انا بحكي مصري طوحكي مصري وارميني لانت شو عايز تقاوى فيه شوية لا هو انه ان شاء الله يعني اكيد انه أنا من ناحيتي بحب أنه بشكل عام بحب أحكي لها اجتي السورية أكيد وبكون كتير فخور فيها طبعا بس أكيد لما رح بكون عم بمثل في المصري أكيد رح بحكي مصري هتحكي مصري وأنا بالعارف فكرة بالطبيعة يعني كتير بحكي مصري طب كويس أنا عايز أسمع منك حاجة عشان لو الوقت سرقنا والبرنامج قربي يخلص يعني فعايز أسمع منك حاجة في حاجة خاصة إحنا مستنيين تغنينا الشخصية مهمة جدا بقى أنت تقول الغنية اليوم عيد ميلاد والدتي طبعا بل لك العام وهي ست الحبايب طبعا فرح بقل لها غنية هي كتير بتحبك عايش معك في مصر ولا في سوريا لا هي في سوريا الأسف شديد فهي كانت عطول تقول لي غني لي هالغنية وأنا ولا مرة غنيت إلي إياها ما بعرف ليش بس رح بغني لإياها طيب يلا باعتبار مع أنه اليوم غنينا شامي ومصري فلازم نقول شي خليجي يلا هي خليجي هي خليجي يلا كل زينا شاهده وانتم بعيد من وطيلتك معي وان سهرت الليلة هو جسبك وعيد هل لجلك مدمعي كل زينا شاهده وانتم بعيد من وطيلتك معي وان سهرت الليلة هو جسبك وعيد هل لجلك مدمعي انت هاجس خاطري وانت فرحة ناظري يا جسبوك وانتم نحن تنس بقريجي يجريبوو يابعيد فيك امس وحاضري يجريبوو يابعيد فيك امس وحاضري وإن لمح تسهق في عرض الجنوب عن جرموز الغرام لك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى أطلب الله وارتجي صبح يومين والمساء جميل جميل نهاردة وعملنا كل حاجة في الدنيا اه مختلفة جدا عن بعض من الناس من زمن الفان الجميل تحب تسمعوه دايما بالدندينه طول ما انت لوحدك سواء مصريين أو حتى مصري طبعا أكيد بعشق عبدالوهاب بعشق السفل تنسولي أنا قلت كده برضو يعني معظم واتي يعني قليلا حتى اسمع شي جديد بس لما بسمع شي جديد بحب اسمع الناس مثل فضل شاكر مثل واقل جسار مثل أصالة نصري كتير ناس عارفة فبس بالنسبة للمصري بحب كتير اسمع وردة بحب كتير قم كلسوم قم كلسوم العظيمة كوكب الشرق اه طبعا المشاريع ان شاء الله بتاعة الغناء الفاترة اللي جاية هنستنى الالبوم هنستنى أغاني مختلفة جدا جدا ولكن كمان عايدين ان شاء الله يبقى في دعاية كويسة علشان جيد تدعم المطرب جدا جدا وأول ما الالبوم ينزل لازم تكون موجود معانا في نهارك وتبقى منورنا علشان نشوف كده ردود فعل الناس على الالبوم عاملة ازاي والله إلي الشرف طبعا اكون مرة تانية معكن يعني وان شاء الله يا رب الله يسر اللي فيه الخير وان شاء الله يا رب ينزل الالبوم ويكون في دعاية حلوة يا رب انا وكل جروب العمل لي معي كل الكرو وان شاء الله يا رب ترجع بتشوفوني وانا بقولك جود لك ان شاء الله الفترة اللي جاية ولما تكون معانا هنا يكون الالبوم نازل وفي الردود فعل الناس للالبوم تكون ردود قوية وكويسة جدا لطلحك انا بشكرك جدا يا زيني على وجودك معانا النهاردة نورتله وامتعتنا بصوتك الحلو تسلميلي يا رب كلك زو وانا طبعا دي اشكرك واشكر كل كرو العمل وطبعا يا رب ان شاء الله سنة تكون جديدة علينا وعلى الوطن العربي على مصر وسوريا بالاخص وان شاء الله يا رب تكون سنة حلوة وكل ياتا امال تتحقق وسلام يا رب يا رب علينا كلنا النهاردة ختمنا يعني ختموها ميسك النهاردة ختمنا بزين المطرب السوري اللي كان منوارنا النهاردة في الستوديو هنشوفكم ان شاء الله بكرة ويوم جديد وحلقة جديدة من نهارك سعيد اشتركوا في القناة